بسم الله الرحمن الرحيم المسألة عندنا دلوقتي برضو تكلم عن How many months deposit of 75 would a person have to make in order to accumulate 15,000 if the interest rate haبارة عن 6% per year compound semi-annually assume no interperiod interest is paid سعر الفايدة سابق تعالوا هنا هو تنشوف اول سعر الفايدة اللي عندي المشكلة بتاعته سعر الفايدة برير compound semi-annual احنا قلنا لما يجيك بعد compound subset من الابليه يبقى ده سعر فايدة وهمي ولا سعر فايدة حقيقي سعر فايدة ايش ها سعر فايدة وهمي خاص برير طيب لو انا هخلي شغلي هخلي شغلي بير semi-annual يعني سعر الفايدة بدل ما هو برير يبقى ايه كل نصف السنة في الحالة دي 6% تقسم تقسم على 2 يعني تقسيم 2 يبقى 3% يبقى ان سعر فايدة 3% بير semi-annual compounded semi-annual يبقى سعر فايدة حقيقي بالنسبة ليه نصف السنة كم شهر كم شهر احط هنا هنا هوت 75 75 75 عشان تجمع لي 15000 في النهاية يعني رقم في الفيوتشر هنا هوت هبرا عن 15000 بحط انا كل ست شهور 75 اه would be a person how many months بحطي 75 كل شهر لكن تعالوا مع بعض نشوف ال 15000 اللي accumulated من ال 75 ونقدر نجيب الرقم اللي في الفيوتشر واخد بالك بعد كم شهر ونشوف سعر الفايدة احنا هنخلي سعر الفايدة per semi-annual كل نصف سنة يبقى 3% يبقى لما ال N تطلع يبقى ال N عبارة عن ايه كم نصف سنة خلي بالك ال N بتاعتي ديت مش هي سنوات بقى كم نصف سنة طيب ال 15000 how many months تيبوزت of 75 دولار would the person have to make in order to accumulate يبقى التراكمي 15000 75 to find if given a 3% وإن هيطلع الفاكتور دهوت 33.33 طب عرفوا ازاي اخش التابل الاقي الرقم دهوت موجود بين عدد months بين عدد months 23 و 24 يبقى في الحالة ديت نقدر نتعامل بال interpolation يقول عند 23 الفاكتور 32 وعند 24 الفاكتور 34 انا لا عايز ده ولا عاوز ده عاوز الرقم اللي اطلع لي ومنها قادر اجيب ال N بتاعتي بال interpolation A على B بسوي C على D او ممكن ال N نسميها X يطلع الرقم دهوت قادر اطلع ال A بتاعتي بسوي كلام ده يبقى لعندي ال N بتاعتي هنا هوا عبارة عن 23.46 semi annual period semi annual period اللي عندي طيب ال N اطلع ممكن ال N اطلع ممكن ال N اطلع ممكن ال N رقم دهوت الانتك. ايان كابل plan for their future is considering purchasing franchises for a pizza business. اوزيني عملوا مشروع. the franchises will cost 35 الف دولار and a couple will be required to purchase a certain supplier from the franchisor if average profit هو بيبيع البيزة بيكسب فيها واحد دولار. how many بيزة يعني عدد الدولار اللي عنده طالما هو بيكسب دولار في البيزة الوحدة. will they have to sell each week لمدة خمس سنوات just to pay for the cost of a franchise if the interest rate. لو سعر الفادة عندك 3.5 per quarter compound deal. اللي بقى لكم الكلام. هس يوم عندي 3 day. 30 day per month. والاسبوع عبارة عن 52. السنة فيها 52 اسبوع. يبقى المشكلة النهاردة هو المصاريف اللي عنده 35 الف يسدهم ازاي. يبقى شعر الفايدة خلي بالك 3.5 في المية per quarter compound daily. per quarter compound daily. لو انا عاوز اجيب شعر الفايدة آآ اللي عندي شعر الفايدة يومي. شعر الفايدة يومي. بسعر الفايدة اللي عندي اللي هو ال per quarter. هقسمه على آآ آآ تلات شهور كل شهر تلاتين يوم. آآ يبقى 90.0235 على 90. يبقى سعر الفايدة اليومي. بالنسبة لي هو الرقم ده. طيب. يبقى سعر الفايدة. الافكت في بيرويك. يساوي الرقم ده في سبع ايام على سبع أو سبع نقص واحد. يبقى ده سعر الفايدة الحقيقي الأسبوعي. عدين بالكو. طيب. لو انا افترضت ان اكس ديت هو النمبر of pizza. النمبر of pizza per week يبقى الخمسة وتلاتين الف في الواحد دولار ده اللي الاكس اللي يعتبر النمبر of pizza في واحد دولار. العدد في واحد دولار لنو بيكسب الواحدة كزا. في الفاكتور to find big given a. وسعر الفايدة اللي اطلع لك. ومتين وستين يوم. اه و اه عدد. لما انت بتيجي تضرب هنا هوت. اتنين وخمسين اسبوع في الاسبوع في سبع ايام. اه يطلع. الخمسة وتلاتين الف في واحد في اكس في الفاكتور to find big given a. وسعر الفايدة. وعدد الايام اللي عندك. يطلع الايكس بتاعتك مية ستة وتمانين. يبقى انا عشان هو هيكسب بيتزا بير ويك. بيتزا بير ويك اللي عنده. يبقى if the building and equipment cost. متين وعشرين الف. how many بيتزا must be sold per day of the French's building and equipment in اربعة ييرز. ازا انترس تريس. اتناشر في المية. بير ير. كونباوند. كونتينيواز. في الحالة ديت. اسيوم. تلتمية وخمسة وستين دي. مش اه اه. تلتمية وخمسة وستين دي. بير ير. يبقى الشكل هنا هو الـ 12% على 365 يطلع سعر الفايدة اللي عندي اليومي يبقى الـ I-Effective طالما هي Continuous يبيق السقار ناقص 1 يطلع سعر الفايدة الـ Effective per day وعندي الـ 22,000 سائد الـ 35 اللي هي الأصل اللي عندي يبقى الـ N اللي هي الأيام اللي عندي 365 في أربع سنوات 1460 يبقى الـ Factor to find B given A مسار الفايدة الكلام ده و1460 ده نقول والله 1 زائد نجيب بقى إيه الفاكتور ده هوت نحسبه من القانون الأصلي 1 زائد I to the power N minus 1 على I في 1 زائد I هو ده الحل السريع يبقى أنا أجيب الـ Tables وأشوف الفاكتور إيه وحلها Exact B الفاكتور مباشرة اللي عندي يبقى الـ X بالحالة ديت 220 بيزا per day وأشكركم ونشوفكم قريباً والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة